موسيقى موسيقى وبتعرفوا في مرة كمان يسوع كان في منطقة الهيكل في يحنى 8 أحضروا امرأة أمسكت في ذات الفعل وهي تزني وفعلا المسيح بعد ما قال من منكم يبكتني على خطية بعدين قال في عبارة تانية من منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر طبعا ترك المكان من الكبير للصغير سألها يسوع يا امرأة أمدانك أحد قالت له لا يا سيد ولا أنا أدينك اذهبي ولا تخطئ يعني هون ما بررش الخطية قالها اوكي أنا بسامحك بغفرلك لكن اذهبي ولا تخطئ اخوتي وأخواتي فعلا غفران كامل للمرأة التي أمسكت وهي تزني بدون ما يكسر الشريعة أو نموس موسى وبدون ما يكسر قوانين الرومان في تلك الأيام وحفاظا على هويته وشخصيته فعلا استطاع أن يبرر هذه المرأة التي أمسكت بالخطية وأن يمنحها طبعا الغفران وأن لا تشعر بثقة للذنب والشكاية أنها خرجت بسلام كانت قوة الرب لشفائهم في أي مكان بكون يسوع موجود وأنا أدعوك اليوم إذا الإنجيل المقدس بيثبت بشكل واضح أن المسيح يقدر أن يغفر الخطايا فالسؤال لماذا لا تأتي ليسوع المسيح؟